الموضوع ده بقى من بقاله ساعتين تلاتة بيكتب على السوشيال ميديا ان عماد متعب مضى مع مصر المقصة او مصر المقصة نزل بيان قال فيه ان عماد متعب خلاص مضى مع مصر المقصة بعد كده رجعوا في بيان اخر قالوا لا احنا لسه في مرحلة التفاوض بالفعل هناك تفاوض من مجلس ادارة نادي مصر المقصة مع عماد متعب ده كلام مصبوط مية في المية ولكن حتى هذه اللحظة عماد متعب لم يحسم موقفه بص خدوا بالحضراتكم من الكلام اللي انا بقوله ده كلام معلومة وليس اجتهاد ده معلومة انا بقولها لحضراتكم عماد متعب حتى هذه اللحظة لم يقرر ما اذا كان سيكمل مشواره ولا حيعتزل كرة القدر هناك عروض لعماد متعب هناك عدة عروض لعماد متعب هناك عروض من اربع او خمس انديه في الدور المصري وانديه من الكويت انديه من الكويت بتفاوض اماد متعب انا شايف ان الاقرب لعماد متعب من اللي بينه يعني من اللي بينه ان عماد اقرب للاندية الكويتية ان هو مش عايز يلعب في مصر غير في النادي الاهلي ولكن اذا لم يجد او لم يتوصل اتفاقات في الاندية الكويتية حيلعب في مصر ولكن اذا ما قرر مدلح يبان بقى في خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع هل هيقرر يعتزل كرة القدم ولا يكمل مشواره في كرة القدم عماد متعب عنده عرض هام جدا من نادي مصر المقصة وعنده ثلاث او اربع او خمس عروض اخرى من اندية في الدوري العام المصري موضوع عرض الزمالك ان هو عرض عليه او لا هتأكد برضو من هذا الموضوع وهقوله لحضراتكم ولكن حتى هذه اللحظة انا لست متأكدا هل اذا كان نادي الزمالك عرض على عماد متعب اه ولا لا ولكن المعلومة اللي انا متأكد منها ان عماد لم يقرر حتى هذه اللحظة ما اذا كان سيكمل مشواره في كرة القدم ولا لا هو مش عق يعني هو يعني اللي يكون فعونه الوقت ده بيبقى صعب اهو يا جماعة الوقت ده بيبقى وقت صعب جدا 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 عشان كده هو الدنيا عمالة تلف في دماغه اكمل ولا اروح العب في فريق ما يبقاش ما يزعلش مني جمهور النادي الاهلي ولا في نفس الوقت ابطل كرة ويبقى اخر نادي لعبتله في مصر وهو النادي الاهلي بيفكر ولسه لم ينتهي من او لم يتوصل الاتفاق بينه وبالنفسه بينه وبالنفسه ولكن عروض اه عنده عروض كثيرة جدا بيتفاوض اه بيتفاوض 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 ما عندوش اي مشكلة في النواة بيتفاوض ولكنه لم يتخذ قرار ماذا سيفعل خلال الفترة القادمة وعندما اتخذ القرار سدقوني هكون اول واحد قلت لحضراتكم عماد حيروح فين وايه القرار اللي اخده لو كان يقرر ان هو يكمل في كرة القتل فاعايز برضو اقول لحضراتكم ان حتى هذه اللحظة مهم جدا برضو عشان يبقى تصريح ان اعماد متعب لم يوقع لنادي مصر المقصر ولكن اي حد بيقول ان ما فيش مفاوضات الكلام ده لا فيه مفاوضات ومفاوضات جادة جدا ومبلغ جيد لا اعماد متعب يليق باسم اعماد متعب حياخد اعماد وده بقول لحضراتكم معلومة نادي الزمالك انا لسه لم اتأكد من هذا الموضوع حتى هذه اللحظة ومعرفش اللي ممكن بكرة اقول لكم او بعد بكرة لما اوصل للموضوع هقول لكم ايه اللي بيحصل في اطار هذا الموضوع اشتركوا في القناة